اشتركوا في القناة خلوا وقت استراحة ووقت هدوء وخلينا نشوف شي كثير سهل كثير بسيط نأخذ درس الاستماع نستمع إلى نص بعنوان الطب العربي ونجيبه عن الأسئلة الآتية نطلع على درس الاستماع هايو مع بعض عرف الإنسان منذ القدم العلاج بالنباتات والأعشاب الطبية وهذه المعرفات تعد الأساس لعلم العقاقير المعروف اليوم وكان للعربي والمسلمين باع طويل باعتمادهم على التجارب والبحوث ولهم يعود الفضل في تعميق المفاهيم والمعارف حول الخصائص العلاجية للنباتات في إطار الطب العربي يحد الطب العربي من أشهر أنواع العلوم الطبية المعروفة عالميا يعرف بأنه مجموعة العلوم الطبية التي توصل لها الأطباء والعلماء العرب حول الأدوية ومسببات الأمراض والوقاية منها وتقديم العلاج الصحيح للمرضى المصابين بها في حين كان الطب العربي يعتمد في معظمه قديما على الشعوذة والسح والبحث عن علاجات غير منطقية للأمراض من خلال اللجوء إلى مجموعة من الطقوس والمعتقدات الغريبة التي كانوا يعتقدون أنها تسهم في الشفاء من الأمراض بأنواعها كافة ولكنهم كانوا يتسببون بسوء الحالة المرضية للمريض مما يؤدي غالبا إلى وفاته أطلق على العلماء الذين تميزوا في هذا المجال بالأطباء العرب الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية البحث والدراسة لمعرفة خصائص الأعشاب والنباتات الطبية حتى تمكنوا من علاج الأمراض الشائعة في عصورهم وظلت هذه الدراسات تتطور مع تعاقب الحقاب الزمنية ليصبح الطب العربي والأطباء العرب جزءا مهما ومؤثرا في مجال العلوم الطبية العالمية قام الأطباء العرب بالسفر والترحال من بلدانهم الأصلية إلى بلاد أخرى من أجل تبادل الخبرات مع الأطباء الآخرين ليضع الأطباء المسلمون مجموعة من المؤلفات الطبية المفيدة التي أسمت في إثراء المكتبة الطبية العالمية ومن أشهرهم لقمان الحكيم والحارث بن كلدة وابن سيناء الذي وضع كتاب القانون في الطب الذي شاع ذكره في أسطاع المعمورة وابن رشد والرازي وداود الأنطاكي الذي ألف كتابا شهيرا في الطب عنوان تذكرة داود طيب باختصار إيش اللي حقينها في نص الاستماع حكا عن التداوي والعلاج بالنباتات والأعشاب هذا هو كان الأساس لعلم العقاقير يعني علم الأدوية لليوم بالنباتات والأعشاب الحين العرب والمسلمين كان لهم دور كبير في هذا الإشي هنا حكينا عن الطب العربي اللي هو من أشهر أنواع العلوم الطبية شو هذا الطب العربي إنه مجموعة علوم توصلها الأطباء العلماء حول الأدوية ومسببات الأمراض وكيف نوقي منها واضح؟ طيب وكانوا في الزمناية يعني في الأمور كانوا يعتمدوا على الشعوذة والسحر وهذا الإشي ما كان لهش أي أساس في علماء كثير ساهموا في المجال الطبي منهم هاي زي ما حكيناهم ابن سينة ومنهم زي ما بيحكوها الحارث بن كلدا ولقمان الحكيم هذولا كلياتهم اللي أسهموا في الطب وعلى ما كثير آخر عراب أسهموا فيه هذو كلياتهم يعني الطب العربي علوم طبية معروفة عالميا اتوصل مين إلها العرب هيك معناها هذو الطب العربي هاي هي يعني الفكرة باختصار من نص الاستماع طيب نطلعنا الحين على الأسئلة ما أساس علم العقاقير المتعرف عليه اليوم اللي هو العلاج بالنباتات والأعشاب الطبية لمن يعود الفضل في تعميق معرفة الخصائص العلاجية للنباتات يعود الفضل في النباتات إلى العرب والمسلمين طبعا في تعميق معرفة الخصائص ما المقصود بالطب العربي؟ هو مجموعة العلوم الطبية التي توصل إليها العلماء والأطباء العرب حول الأدوية ومسببات الأمراض والوقاية منها بما تميز الطب العربي عن الطب الغربي قديما أن الطب العربي عن الطب الغربي الطب الغربي كان يعتمد على السحر والشحوذة والبحث عن علاجات غير منطقية والطب العربي كان يقوم على دراسة الأمراض ومسبباتها تقديم الإلاج الصحيح للمرض ما المسؤولية التي عمل الأطباء العرب على تحقيقها؟ البحث والدراسة لمعرفة خصاص العشاب والنباتات الطبية لماذا قام الأطباء العرب بالسفر والترحال إلى بلاد أخرى؟ لأنه يا حلوي أتبادل الخبرات مع الأطباء الآخرين هذا هو ليش سافروا؟ طيب نطلعنا الحين على النص النباتات العطرية في فلسطين يلا نقرأ مع بعض حب الله فلسطين موقعا جغرافيا متميزا جعلها ملتقى المؤثرات البحرية والصحراوية حيث تنوعت تضاريسها من جبال وسهول وأودية وأغوار كما وهبها تنوعا في المناخ والتربة كل هذه العوامل جعلت فلسطين تزهو بألوان شتى من الزروع والنباتات التي فيها الجمال والفائدة ومنها النباتات العطرية إيش حكى هون؟ حكى عن مناسبة وميزات موقع فلسطين الجغرافي لإيه؟ وتنوع مناخة وتضاريسة لنمو النباتات فيها يعني هيك معناها تنوع التضاريس والمناخ اللي جعل من النباتات تنمو فيها هاي هي فكرة القطع الأولى تنتشر النباتات البرية العطرية في الصحارة والسهول والوديان والجبال وهي النباتات التي تنبط دون تدخل الإنسان ولها رائحة عطرية زكية ينتعش الإنسان إذا مشتمها من قريب أو بعيد النباتات البرية والعطرية بتروح في كل المناطق وهي التنبط شو بقولها النباتات العطرية تعرف النباتات العطرية هي النباتات اللي بتنبط دون تدخل الإنسان تقدر تقول إنها نبات بري عطري وإلها رائحة زكية هاي هي النباتات البرية العطرية ولهذه النباتات أهمية كبيرة فهي دواء وغذاء للإنسان تستخرج منها الزيوت والرواح العطرية ومن أشهر هذه النباتات في فلسطين الزعتر والمي الرامية نقولها مرامية والشيح وإكليل الجبل والبابونج والجعدة نقولها جعدة ولكل من هذه النباتات استخداماته الغذائية والطبية حكى عن همية هذه النباتات اللي هي تستخدم منها إيه؟ دواء وغذاء واستخرج منها العطور بيد أن أشهر تلك النباتات وأكثرها استعمالا في فلسطين نبات الزعتر الذي أطلق عليه بعض الناس ذهب فلسطين الأخضر فلا يكاد بيت يخلو منه أشهر أنواح هذه النباتات هو الزعتر ارتبط الزعتر بغذاء الفلسطيني التقليدي وعشقه الأبدي للأرض والوطن مقرونا في الغالب بزيت الزيتون وخيراته وهي علاقة أبرزها أدباء فلسطين فمنهم من قال أحب الزيت والزيتون والزعتر ولكني أحبك موطني أكثر فالزعتر إذن رمز حاضر في الثقافة والتاريخ الفلسطيني وهو يمثل حالة صمود وعشق وتواصل مع الأرض يوم أن كان هذا النبات بريا يجمعه الناس من البراري والجبال سواء لغراض الأكل أو التجارة قبل أن يبدأ الفلسطينيون بزراعته في مزاريهم في تسعينيات القرن الماضي ثم التوسع في زراعته بوسائل حديثة مكنت من مضاعفة كمية الإنتاج وعدد القطفات من ثلاث إلى خمس مرات في العام هنا حكي عن ارتباط وأهمية الزعتر في التراث والحضارة الفلسطينية يساعد الزعتر في علاج السعال الديكي والالتهابات الشعبية والربو ويعمل على تقوية الجهاز المناعي والعضلات وعضلة القلب وهو مسكن للآلام ومطهر للدورة الدموية ونشط لها ويعالج التهابات المسالك البولية والمثانى والتهابات الحلق والحنجرة ويساعد على ضرد الغازات من المعدة وهو طارد للفطريات والطفليات ويمنع تصلب الشرايين وجفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء وينصح بإعطائه للطلبة لأنه مقوّن للذاكرة ها كمان فوائد أخرى للزعتر أهمية وفوائد الزعتر كل الحكيهات يغلى الزعتر مع الماء ويشرب كالشاي ويتناول المريض كأسا واحدا إلى ثلاث كؤوس من الزعتر في اليوم الواحد ولعدة أيام وله فوائد يقول فيها العطارون والمهتمون بالطب والوصفات الشعبية إنها صيدلية متكاملة يعني حكوا عن الزعتر كيف طريق التناول للزعتر وشو يعني تشبهه الزعتر كثر ما إلو أهمية من كثر إلو فوائد حكوا عنه صيدلية متكاملة طيب الروع الفهم والتحليل واللغة نذكر العوامل الطبيعية التي ساعدت على تنوع النباتات في فلسطين الموقع الجغرافي المتميز تنوع تضارسة من سهول وجبال وأودية إضافة إلى التنوع في المناخ والتربة ما المقصود بالنباتات العطرية؟ هي النباتات التي تنبو دون تدخل الإنسان لها رائحة عطرية زكية ينتعش الإنسان إذا مشتمها من قريب أو بعيد نعدد أبرز النباتات العطرية التي تنمو في فلسطين الزعتر الميرمية الشبح والشيح آسف إكليل الجبل البابونج والجعدة أو الجعدة نوضح دلالة الاسم الذي أطلق على نبات الزعتر ليش أحكو له نبات الزعتر؟ على نبات الزعتر اسم ذهب فلسطين الأخضر ليش أحكو له ذهب فلسطين الأخضر؟ لأنه لا يكاد يخلو بيت منه انضاف لأنه يرمز إلى عشق الفلسطيني الأبدي لأرضه ووطنه كيف عمل الفلسطينيون على زيادة إنتاج الزعتر؟ كيف زادوا إنتاج الزعتر عن طريق زرعته في مزاريهم والتوسع في زرعته عن طريق استخدام وسائل حديثة في الزرعة؟ نوضح الفرق في المعنى الكلمتين الملونتين فيما يأتي حبى الله فلسطين موقعا جغرافيا متميزا؟ بمعنى منحة حباهنا بمعنى منحة حبى الطفل في سن مبكرة بمعنى زحف زحف على رجليه ويديه يلا نطلع على النص الشيري هون بين يدي النص أحمد حسين مفلح عاش في الف وتسانية واربعين ولاد ولل الفين واربعطاش توفى شعر فلسطيني ولد في قرية السامخة على ضفة طبرية هجرت أسرته بعد نكبة الف وتسانية واربعين إلى سوريا درس الحقوق واللغة العربية في جامعة دمشق نظم الشير في سن مبكرة تميز شعره بالحنين إلى فلسطين ومن أبرز عمالي الشعرية قناديل طبرية وحبيبتي بيسان نطلع هون على درس بيسان أما زال في عينيك صيف وأنجم وفي سهلك الريان مسكن وعندم شو يعني عندمه؟ يعني نبات يصبغ به طيب هاي اللي هو بدي يتغزل في مدينته اللي هي بيسان أما زال بين الضفتين زنابق تهدهد شوق الغور والغور ينسم خذيني لقد أشعلت كل مراكبي إلى غابة الدفلة أضيع وأرسم وأنقش أشعاري على خصر تينة وتحت ظلال الزي زفوني أخيم بنفسي أنفاس البساتين تغتفي بنفسي حسون الجليل المنمنم حنانيك يا نهر الشريعة ردني إلى صدرها الحاني أشم والثم هذول الكلمات بينك والله بتكون تحفظوهم عن دمه وتهدهد يعني التداعب الدفلة اللي هو شجر أخضر بيكون في الأودية الزيزفون كمان شجر حرجي يعني زي صنوبر ذو رائحة عطرة المنمنم المزخرف المرقش حنانيك رحمة لك بينك والله بتكون تحفظوها بتوقع عنها هي بتكون حفظ طيب نتطلع الفهم والتحليل واللغة ما الفكرة العامة للنص الشعري إنه الحنين لبيسان والتغني بجمالها ما الذي طلبه الشاعر من بيسان في البيت الثالث نقرأ البيت الثالث خذيني لقد أشعلت كل مراكبي إلى غابة الدفلة أضيعه وأرسمه اللي هو أن تأخذه إلى غابة الدفلة ما المقصود بنهر الشريعة في البيت السادس؟ شو مقصود بنهر الشريعة في البيت السادس؟ هو نهر الأردن ما العاطف المسيطر على الشعر في الأبيات؟ الحنين والشوق هي الحنين والاشتياق لبيسان يعني بهاي الطريقة أي أسئلة تانية هاي هم كل الأسئلة الموجودات في النسخة الأصلية هاي كل أجوباتهم نطلع على القواعد اللغوية الفعل المضارع شو الفعل المضارع يا حلوين؟ إيش بيصير الحين؟ بيصير في هاي اللحظة هاي منقول يطيعه يستمعه تستثمر وأتعاون ونعمر نتحد أتأخر تحقق أهمل ونرجع لاحظوا يا حلوين إن هنا كانت نهايته الضمة هنا كانت نهايته الفتحة وهون كانت نهايته السكون بيكون ضمة مرفوع بيكون فتحة منصوب بيكون الفعل المضارع مجزوم في حال السكون هذول علامات إعرابه بدي أكد ديروا بالكو ثلاث شغلات يا هالضمة يا هالفتحة يا هالسكون بيش غيره ديروا بالكو طبعا في عنا أفعال علامات فرعية بيصير بس أتوقع أنه موجود حاليا في الصف السادس يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بحرف ناصب أو جازم علامة رفه الضمة ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف النصب الثلاثة أن ولن وكيدك تحفظهم وعلامة نصبه الفتحة يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف الجزم لم ولما ولام الأمر ولا أناهية زي لا تفعل لا تكتب ولا ترمي وعلامة جزمه السكون مرات بيكون حذف حرف العلة طيب نحدد الأفعال المضارع وعلامة إعرابها فيما يأتي مع بيان السبب قال تعالى إنك لن تستطيع معي صبره صدق الله العظيم لن هو حرف النصب وهنا تستطيع فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة هاي هي الأولى هاي تستطيع الأولى الفتح منصوب بلان يساعد الزعتر في علاج السعال يساعد هو الفعل المضارع ضمه يساعد الضم مرفوع لا يسبق بناصب أو جازم تنتشر النباتات العطرية في ربع فلسطين تنتشر يا حلوين هي الفعل المضارع نعم تنتشر هي الفعل المضارع الضم مرفوع لا يسبق بناصب أو جازم قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي هاي كمان على نفس السؤال بيتبعه طيب ليش ترتيب غطاء طيب ما علينا لتكتب درسك يا سعيد هذول كلية منهم بس بتوقع أنهم هاي هيا هون تنفد آسف تنفد الفتح منصوب بأن وهنا لتكتب درسك يا سعيد لهاي تكتب وهنا السكون لأنه مجزوم بلام الأمر لتكتب ولتفعل طيب مهمة بيتية نقرأ الفقرة الآياتية واستخرج منها الأفعال المضارع وصنفها مرفوع منصوبة ومجزومة راح أقرأ لكم إياها هاي الحال هون لا الفقرة باختصار هاي ها هون الحال كل آياته طيب الحل نقرأها مع بعض لم يكن الزعتر رمزا حاضرا في الثقافة والتاريخ الفلسطيني فحسب بل هو استمرار أي استمرار يمثل حالة صمود وعشق وتواصل لإن مع الأرض منذ أن كان هذا النبات بريا يجمعه هاي يجمعه فعل مضارع من البراري والجبال سواء لأغراض الأكل أو التجارة وقبل أن يبدأ هاي يبدأ فعل كما مضارع الفلسطينيون بزراعته في مزاريهم في تسعينيات القرن الماضي أخذوا ماذا ماضي يتوسع يتوسعون هذا بتوسعون فعل مضارع هاي يتوسعون في زراعته بوسائل حديثة مكنات المزارع من أن يضاعف يضاعف كمية الإنتاج يقطف هاي يقطف منه ما لم يقطفه هاي يقطفه فعل مجزوم بهذا الشكل إذن يمثل ويجمع ويتوسعون يبدأ ويضاعف ويقطف ويقطفه هذا هو المجزوم الوحيد ورقة عمال نفس المبدأ يغادر هون الفعل مضارع منصوب لأنه بلان كيف تستقبل تستقبل مرفوع ما في نظر لا سبق لا بناصب ولا بجازم أريد أن أذهب أذهب فعل مضارع منصوب هاي أذهب لا تلعب في الشارع تلعب هي السكون لتلعب هاي السكون الفعل المضارع يضيع في قولنا لن يضيع الحق هو منصوبا الفعل المناسب لما للفراغ في عبارة السمك في الماء يعيش السمك في الماء نملأ الفراغ بحرف النصب المناسب لن ننتصر مع دمنا متفرقين وحب أن أتناول الإفطار مع عائلتي افتح نوافذ المنزل لكي تدخل أشعة الشمس وهي كيف بتكون الوحدة جاهزة وترسل منها حلوين كثير قواعدها سهلة الحرام ما جيوا في العربي على مكاملة شو جاب العربي للمواد التانية شوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء